قسري برسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين أما بعد فأن العاقل الفطن الذكي هو الذي ينظر إلى الدنيا بعين الفكر والاعتبار فيتزود من دنياه لآخرته ومن حياته لمعاده يقول عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ولقد أحسن القائل إن لله عبادا فطنى طلقوا الدنيا وخافوا الفتنى نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنى جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنى إن الله تعالى خلقنا وأمرنا بعبادته وفرض علينا طاعته وحذرنا من معصيته ولم يخلقنا عبثا وسدى بل لنأتمر بأوامره ونسلك دربة تقوى التي فيها فلاحنا ونجاتنا يوم القيامة يقول عز من قائل أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون آخر شخص يخرج من النار ثم يدخل الجنة هذا أدنى أهل الجنة منزلة من حيث النعيم فلهذا الوجل مسيرة ألف سنة كلها معمورة فيها مساكن وسرر وأشجار وفواكه ومياه وغير ذلك هذه المسافة مسافة ألف سنة معمورة لس فيها خراب كأرض الدنيا أما من هم فوقه فأكثر من هذا نعيما مهما اتسعت مساحة الجنة التي يتبوأها الواحد من أهل الجنة لابد أن يصل إلى كل جزء منها يوما لأنه لا موت بعد ذلك حياة لا نهاية لها لابد أن يصل إلى كل مكان له ليتمتع به ليست الحياة هناك محدودة حياة بلا نهاية لهذا أي لعظم أمر الآخرة وبعدها عن أن تقاس بأمور الدنيا الله سبحانه سبحانه أفهمنا أن الدنيا كلا شيء بالنسبة إلى الآخرة قال عز من قائل في الكتاب العزيز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور متاع الدنيا شيء يتلذذ به ويخدع الناس عن الأمر المهم أي عن طاعة الله متاع الدنيا يخدع أكثر الخلق يخدعهم عن طاعة ربهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار